لكن تبت على أرض الواقع أن الدولة العميقة أقوى من الدولة وأن المافيات والعصابات التهريب الدولار وغسيل الأموال وإلى ذلك هذه والمرتبطة بزعماء القوى السياسية هذا أقوى من الدولة وأقوى من الخلق المركزي القصة يعني مثل ما تفضلها وحقيقة الضيوف الكرام القصة ترى كلها تطلع من جيب هذا الزعيم السياسي وتدخل يعني من جيب اليمنى وتخرج من جيب اليمنى وتدخل الجيب اليسر كيف؟ نحن نعرف جيداً أستاذ نجيم البنك المركزي يبيع فقط إلى البنوك إلى البنوك وهاي البنوك كلها أغلبها لم أقل كلها وهمية ويمتلكها زعماء القوى السياسية بغض النظر عن هوياتهم شيعية سنية كردية وهذه البنوك عندما تشتري من البنق المركزي طبعاً هناك فارق بالسعر وعندما تبيع إلى الصيرفات الأساسية اللي بغداد يسموها الإبي كنا نعرفها والمواطن العراقي وبالذات في بغداد يعرف ما المقصود بالصيرفات الأبية الصيرفات الأبية اللي كذلك هناك فارق بالعملة يعني فارق بالسعر عندما تشتري العملة الصعبة يعني الدولار من البنوك من هذه البنوك كذلك هي ملك لزعماء القوى السياسية بعدين هذا الإبي عندما يبيع إلى الصيرفات التانوية طبعاً كذلك هناك فارق عملة وعندما يبيع الصيرفي الآخر صيرفي إلى المواطن العراقي كذلك هناك فارق عملة يعني هناك أربعة مراحل في فارق العملة من لحظة أن يخرج الدولار من البنق المركزي إلى أن يصل إلى المواطن وفي كل مرة اللي يضرب هذا الفارق بالعملة هم زعماء القوى السياسية لكن ثبتها على أرض الواقع شيئين الشيء الأول ما كان يقال من أن القوى السياسية متفقة تحت الطاولة أن يظل الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق 25 نقطة وبالفعل هذا الفرق موجود منذ سنين اليوم هم تقريباً موجود دولار 157 والدولة تبيعها 130 معناته تقريباً 57 نقطة 250 نقطة 250 نقطة سيد نزار 250 نقطة 250 بالدينار بس هي 25 يعني كنقاط 25 نقطة هذه واحدة وهذه 25 نقطة كلها تذهب طبعاً إلى زعماء الكتل ما تذهب إلى أحد